أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام العدد جديد من حصة عين وحدث منذ سنتين صرح وزير الداخلية السابق دحو القبلية أن مصالحه لن تحارب سوق السوداء مدامة الحكومة لم توفر للمواطن بديلا عنها ومنذ ما يقارب شهرين من تعليمات رئيسي الجمهورية بضرورة محاربة التحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحو الخارج وبدون سابق انذار دهمت أمس قوات الأمن سوق سكوار الذي يعتبر أكبر متجر غير رسمي للعملة الصعبة في الجزائر وإن تضاربت الأنباء حول خلفيات المداهمة منها من يعتبرها بأنها تطبيقا لتعليمات الحكومة بمحاربة السوق السوداء وبين من يقول أنها مداهمة عادية لمصالح الأمن بعد ورود معلومات تفيد بتداول حجم كبير من العملة الصعبة بهذا السوق إذن بين صدق المعلومة الأولى أو المعلومة الثانية فإنه في كلتا الحالتين ستتخذ الحكومة أكيدا إجراءات أكثر صرامة وستتجه نحو محاربة ظاهرة السوق السوداء للعملة الصعبة وتقنين هذا النشاط من أجل وضع حد للأموال التي تتداول خارج القنوات الرسمية والقانونية إذا المشاهدين الكرام سأنقش هذا الموضوع مع ضيوفي في الأستوديو يحضر معي الأستاذ في الاقتصاد سيد محمد رمضان مرحبا بك بك وهلا وسلم ويحضر معي كذلك المختص في المخاولة سيد الطيب كرور مرحبا بك بك وهلا وسلم وسيد محمد رمضان نبدأ النقاش مباشرة الحكومة اتخذت إجراءات على الأقل الأمس من أجل في إطار محاربة ظاهرة السوق السوداء السوق السوداء للعملة الصعبة التي تنخر الاقتصاد الوطني هل سيد محمد رمضان أنت أستاذ في الاقتصاد هل للحكومة اليوم أن تلمس نية صادقة في محاربة هذه الظاهرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أنا شرح مرسلين وشكركم على الدحوة سؤالتك صريحة جدا وإن شاء الله الإجابات تكون صريحة أيضا إن شاء الله الحكومة راهي في سياسة اتصال الاجراءات التي تأخذ مفروض يجب أن تكون في إطار منسجم سياسة اقتصادية ومالية منسجمة هذا الشيء حدث ولكن لو كان لا كانت الأزمة على السعر البرميل عالميا لا نظر للحكومة تهتم بهذا الشيء نعم فبالتالي قضية قضية حوكمة قضية عقلانية قضية حكمة في القرارات التي تأخذ لأن القانون يمنع حقيقة ولكن وهو البديل أنا كمواطن عندي رغبة بنروح للخارج تنزاه ولا عندي مهمة أو شغل كيفاش ندير القانون الحالي بانك لا يمنح إلى 130 أور 130 ولا 300 ولا القضية في الأرقام القضية وره يضور فيما يخص إنسجام كام بين السياسة الاقتصادية والسياسة المالية نعم إذا الناس عندها حق ولابد يكون سوق رسمي مفتوح لوكالة يخدموا في العملة الصعبة إنسان يقدر يشري بقيود وبشروط كما مستعمل في بلدان يعني تشابه الاقتصاد تهنا أما إذا كانت قضية فيما يخص يعني تأخذ قطرة والاحتياجات تتاعك فوق هذه التاقة هذه فهذه الحكومة بنفسها وهذه السياسات يعني متراكمة مدة عدد عقود ما فيش إنسجام فبالتالي كأن هذه القرارات هي بنفسها لخلقة هذه السوق المواسية نعم جميل سنتقف عند هذه نقطة سيد محمد رمضان ننتقل إلى سيد طيب أكرور مختص في المقاولتية وهو يعني دائما التنقل بين الداخل والخارج سيد طيب أكرور اليوم المواطن بين سندانين الحكومة أو البنك لا يقدم أو لا يمنح للمواطن إلا 130 أورو ويجد نفسه في وضعية صعبة مضطر ويلجأ إلى مدفوع يعني إلى اللجوء إلى السوق السوداء كما قال الأستاذ محمد رمضان وكأن الحكومة هي التي شكلت أو أنشعت هذا السوق السوداء بهذه الممارسات سيد طيب أكرور أنت لما تنقل إلى الخارج كيف يعني كيف تنظم أمورك فيما يتعلق بالعملة صعبة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والله هذا مشكل كبير سنطلقها دائما لما نطلق له الخارج ذوك عيب ذوك عيب دولة كبيرة كما الجزائر ودولة عندها مدخول من بيترول وعندها إرادة قوية ولما تمشي إلى البنك وتدي ما متروح ديليقاسيو في إطار رسمي أو في غير رسمي تمشي إلى البنك وتتقدم يعطيك 130 أورو 130 أورو شدير ما توفي لك غرفة ليلة واحدة في فندق ولينا نضطره نمشو للسوق الموازية نشتري من السوق الموازية بأسعار أكثر من البنك بالصح متوفرة توفرة أكثر من الإطارات الرسمية كالبونوك داخل الدولة ولينا كلما نمشو كلما نمشو للبلدان الأجنبية نشوفوا نحن فقط الجزائرين نحن في المشكل رابدين رابدين ديفيز في مجالنا مثلا نحن في المقاولة نحتاجوا ديم ماتريال نجيبهم الخارج لازم لك البنك تشري لها انت ديفيز وتب باش تبعتها للخارج عاش قليل وين يعطيك البنك باش تبعتك العملة الصعبة باش تشري بيها نعم نعم أستاذ محمد رمضان يعني في ظل هذه الوضعية الوضعية الحارج البنوك لا تمنح أموالا للمواطن الذي يرغب في صفر الخارج السوق السوداء غير قانونية كيف الحل سيد محمد رمضان هل الجزائر في هذه الوضعية المالية اليوم تستطيع أن تنظم هذا النشاط بطريقة قانونية مثلها مثل كل البلدان في العالم على كل حال كان واحد نقطة حابت نتكلم مع الأخ الفاضل فيما يخص للمقاولين المؤسسات يعني هل مؤسسات تحب تشري مادة أولية ولا استثمار ماشينات ولا بطريقة واضحة ويعني بكل سهلة بالدينار تحولوا إلى البنك المركزي البنك اللي يراك معتمد فيها وبهذا شي كان يعني اللي يستيرت القضية اللي تهمنا اليوم رانا شب الكلمة اللي قلت قبيلات فيما يخص يعني التحويل غير شرعي تعالأموال يزمنا نبسطو الأمور نعم كان يحتياجات تعالى مواطن فيما يخص المؤسسات كما قلت لكن المؤسسات عندك فاتورة تزيمن عند الفورنيس عندها قيمة بالعملة الصعبة اشحال مثلا اليوم يسوي هاد العملة بالدينار الجزاهري كاين قوض تقنية ما ندخلش فيها باش ما نكسروا رصد المشاهدين فبالتالي هذا يكون مسهل معروف رسمي وبيكون شفافيان ملأمة نعم القضية اللي نتكلم المواليات تخص مثلا الناس المواطنين فبالتالي إنسان يروح مثلا يحب يداوي وواحد يروح للحج كل واحد عنده عدرت هاد القضية إذا تمنع أنت هاد السوق بدون بديل ما نضعش فيها يعني جودها في القرار ممكن يعود عكاسات واحدة اخرى فيما يخص التهريب هاد القضية هاد واحدة اخرى التهريب كاين وآهدات دولية قضية ريف الحوك الدولة الجزائرية مفروض عندها قائمات تعال الناس اللي راهم جزائريين عندهم تكونت بونكار في الإطرانشي معلنا غير نديروا طالبات رسمية كما هما يديروا طالبات رسمية في أي بلد هذه القضية ما فيها لا الشفافية ولا التنظيم ولا هذا حاجة يعني يتقس أمن البلاد ما يتقس غير الاقتصاد اليوم تمتيل حال في فرنسا ما تقدرش اليوم جي تخلص حاجة مثلا فوق ألف يورو لأنها قضيات قيس الأمن البلاد اللي تسمى فرنسا نحن 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 ما تقدرش تحول بدون يعني التحقيق ويجب تعطي المعلومات الرسمية والشفافة والتقنع الناس الدول نحن ما يجب نحن نخلطه في الموضوع نحن الموضوع هل المواطن عنده حق بشي يستوعب كمية عملة صعبة أكثر من اللي راحالين تقلموا عليه ونظن باللي ننتظر إن شاء الله يعني رد الفعل تالحكومة نورمال ما يسن ومنهم يعطونا لائحة قرارات يعني اللي تروح في هذا الإطار نعم جميل سيد محمد رمضان يعني جيراننا مثلا السلطات التونسية تمنح المنحة سفر بقيمة 3600 أورو المغرب يمنح 1000 أورو بالنسبة للمواطنين الجزائر تمنح إلى 130 أورو سيد طيب أكرور هل تعتقد بأن هذه المنحة 130 أورو كما قلت أنت غير كافية حتى لقضاء الليلة واحدة في فندق كيف يتعامل الجزائر أنت ربما ميدانيا لما ما فيش سوق سكوار ما فيش البنوك كيف سيتعامل الجزائريين في المستقبل ربما ستنعكس بالسلب على الاقتصاد الوطني كما قال سيد محمد محمد رمضان لأن المواطن أكيد سيتحول إلى إيجاد حلول لهذه الوضعية ولكن قبل أن نسمع منك سؤال نسمع إلى ربما تصريح وزير سابق في هذا الإطار يقول بأنه وزير سابق ويعترف بأنه يتجه إلى السوق سوداء من أجل قضاء حاجاته عند ذهابه إلى السفر نستمع لهذا التصريح في حصة قهوة جورنال لزميل محمد عصماني سيد محمد السعيد وزير الإعلام السابق ونعود النقاش لما يكون عندك تحتاج ومغطر تذهب تشري من السوق سوداء لا شريت من السوق السوداء لا لما يكون عندك تحتاج ومغطر سيد محمد سعيد أعترف بأنه يشتري من السوق السوداء وما فيه ما عندهوش حل سيد طيب أكرر ما عندهش حل بسانورمال يجب يشري من السوق السوداء لكي نقضع هذه المشكلة سوق الموازية لازم لازم تكون من أعلى هرم السلطات تكون قرارات سياسية جدا قوية كيفاش لازم تتخذ قبل ما تغلق السكوار ولا تغلق أنا كون نتكلم معك بكل صارحة ولكن ما يساعدك شي تغلق تغلق السكوار سيفرين تحضر على تخريب الاقتصاد وكذا بالصح أنا متعامل اقتصادي من نشري من نشري لازم ننتاجه لسوق أعطيني البديل دير كما يدول العالم ماليزيا كندا تركيا يتعاملوا بالكاشموني عندهم مكاتب في البنوك مكاتب مع متعملين قطاع خاص يبيع شي تشري عادي والدولة تراقب هاد المكاتب أنا جيني سهل نصرف واش عندي من أموال مفتوحة ما تربطنيش بالمئة وثلاثين أورو على الفوايج هادك كي تكون هاد القرارات من عند الدولة وتفرضها تبدأ هي تضيل الحل في نفس الدات هاد تفتح تعطي هاد أعطات الاعتمادات ألا بلنا بل أعطات الاعتمادات تفتح هاد الأكشاك هادي صح لكن توجور تربطها بقوانين ردعية وتزير عليهم في القوانين اللي مينجم لا يربح هادك اللي يدير تغيير في العملة ما يربح ما يخليك تلقى العملة الكافية اللي تستعملها انتايا واش نقول لك بزاف البلدان اللي يتعاملون بها كاماليزيا وككاندا وتركيا نجحوا نجحوا كتير تصدر الدولة تراقب من خلال هذه التعاملات كلها تمر عبر قنوات رسمية وتمر عبر الحواسب الإلكترونية تكونوا مقننة جميل سيد محمد رمضان في إطار القنوات الرسمية التي تمر عبرها هذه الأموال أو القنوات غير الرسمية التي تهرب عن طريقها للأموال الخارج يقول بأنه في الجزائر أربع ملايير دولار تهرب سنويا عبر القنوات غير الرسمية وفيه إحصائيات رسمية قدمها البنك الجزائري مؤخرا نقول بأنه فيه 3700 مليار دولار تتداول في السوق السوداء في الجزائر سيد محمد رمضان هذه أرقام رهيبة ربما عن تداول الأموال الجزائرية في القنوات غير الرسمية كيف يمكن سيد محمد رمضان لهذه الطريقة وهذه الأموال المتدولة خارج القنوات الرسمية أن تؤثر على المنظومة المالية وعلى الاقتصاد الوطني كما قلت لك قبيلات كان قضيات انسجام في الحكمة نعطيك مثال بسيط أنا قد نشر الدرام في سوق السوداء نحل حسب البنكي بالعملة السعبة في أي بنك معتمد اليوم في الجزائر هذا يسمى نفاق القضية التي تقص اليوم القضية هي قضية أولاً سياسية هل المواطن عنده حق ولا ما عنده شاق هل نحن كمواطنين نحن مواطنين ولا أنا غير أرقامتها الضمان الاجتماعي هذه قضية الأولى قضية الثانية يجب أن نفرق مليح بالناس المشاهدين يفهم قضية التهريب حاجة نعم قضية التهريب قضية قص الأمن قضية أقتصاد ولا قضية أمن تلتالاف ولا أربعالاف ولا قرار سياسي مهما كان لي تورط في هذه الأمور يعقب صفة جيدة وجدية ما فيها لا نقاش ولا يحزنون نعم ما نشعرف ولا شحنا في هذه البلاد ما زالتنا عند هذه التعاطف مع هذه الفينومين هذا ما مستحيل ليس قضية كفاءة الله يبارك الجزيرة عندها أنه مستخبرة لذلك إنسان يتسأل على قضية الحوكمة السياسية والحكومة تعال إنسجام بالسياسة الاقتصادية الجبائية المالية المصرفية هذا شيء كان ما فيهش إنسجام نعطيك مثل بسيط جدا اليوم ليس غير في السوق يعني تروح تشيرين تلعوم لأسوأ بعد حب تدلزوش 3-14 ملايين ويرو سهل اليوم في الجزيرة القضية رأي تقيس ليس تقيس قضية الأرقام فقط قضية جوهرية هل إنسان عنده حق فيما يخص توزيع بين قوسينت هذه الثروات فيما يخص القضية المواطنين نعم جميل هل المواطن له الحق في إطار العملية اللي قال توزيع الثروة سيد محمد رمضان سيد كروة طيب من بين التبريرات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بربما التضييق على المنحة الممنوحة للسفر بالنسبة للمواطنين يقول بأن البنك الجزائري غير ملزم غير ملزم بدفع تكاليف التسلية والطرفيه بالنسبة للمواطنين في الخارج هذه سنورمال لا ما عندش الحق باش ما عندش قانون يقول باش يعطي للجزائريين والمواطنين بالصح فتح لي فتح لي المقابل فتح لي من يشري العملة خلي صحيح نعم هذه كتبتين يحولوا هذه الشري ما نحتاجكش ما نحتاج هذه 130 أنا شخصيا مش نديها هذه 130 أورو نعم بس كنت تدير طوابير في البنك باش تلحق لها وهديك ما تسعدكش احنا رانا نوفره عدنا حساب بنكي بالعملة بس صح المشكلة والراه مرات تكون عندك عملة جيتك من الخارج مثلا عندي زملاء أو أصدقاء أو أفراد من العائلة يبعتولي من الخارج البروبلم اللي رانا فتزيل في البنك كيبعتوا لك دوفيز ما تديش دوفيز ديفو تديه دينار وما عندك الحق باش تعاود تحول لي هم هذهك نفس العملة لازم تكون قرارات تاني باش تكون فتح تعاملات البنكية نشري منا ولا نشري منها كيف كيف كينبعت ولا كين نربض ما كانش مشكل وبالك تقول لي مشاكل هذه تاعة السوق الموازية هي اللي خلت بالك نقول لك بالك احتياط الصرف بالك ولا العملة ما كاش في الجزاء ميكاين بالصح راه راه يخش غوشة ودروات ويتهرب بهذا السوق الموازية احنا كي تنظم السوق وتفتح مكاتب واكشاك حتى في البنوك راه تقضي على السوق الموازية وزيد تفتح مع الناس مثلا منها تربح البيط على باش اشتاغلوا هذي الناس هذو في هذي الأكشاك هذي وتكون العملة تكون توفرها قبل الجامعة كنمشي نمشي في البولفار تاعة السكوار نلقى مكاتب واكشاك نمشي نشري واش نحتاج جميل 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 سيد محمد رمضان يعني الحكومة كثيرا ما تتكلم على هذا المشكل مشكل السوق الموازية واستمعنا لهذه الأصوانة منذ ما يقارب يعني عقد من الزمن تكلم على سوق الموازية وضرورة محاربة سوق الموازية للعملة الصعبة ولكن لحد الآن لم تجرأ يعني لم تجرأ على محاربة هذه الظاهرة ولم تستطع لا ندري إذا كانت نقص النية أو نقص إرادة أو نقص الشجاعة أم أنها لا تستطيع محاربة هذه الظاهرة سيد محمد رمضان هل تعتقد بأن الحكومة لا تستطيع محاربة هذه الظاهرة بالنظر إلى امتداداتها ربما هذا السوق الموازية وانت تعرف ما حدث لما الحكومة فرضت التعامل بالشيك يعني بالشيك أكثر من خمسين مليون سنتيم وتتعرف الفوضى الذي حدث في الجزائر فيه من يقول بأن الجزائر تتخوف من مثل هكذا فوضى وأحداث لذلك تتعمد غض النظر على مثل هذه الأسواق لكل حال القضية سوق الموازية ما هي قضية يتهم إلا قضية العملة السابقة نعم السوق الموازية هذا حسب عدة حكومات لتجاولت منذ أكثر من خمسين سنة هذه شبه عمود فقاري تع السياسة اقتصادية وهذا شي غير مقبول وغير مفهوم يا إما الجزائر هيدون مستقلة وعندها السيادة يا إما راي مستقلة وما عندها السيادة إحنا واش نلاحظو مدة عدة عقود نشوفو بالسوق الجزائري راي السوق يستهلك بهذا القضية نتاع السوق الموالية واش عندنا عندنا يعني مناسب شولد تتكون في الخارج ميزانية المدفوعات سلبية للجزائر وإيجابية للبلد الأخرى ماش قضية تايمكنيات وخبرة ولا لأن الخبار كاينين قضية رايز ما يخص أني نقول لك خديد حوكم إرادة سياسية إرادة سياسية إرادة سياسية واش معانتها يزمنون أننا عارف واش معانتها كاش واحد يقول لك ما نحبش ما ما كاش نقضي ماش في الإرادة بركنا نقول في الحوكم اليوم نعطيك مثال بسيط جدا لو كان ما جسرت الناش هذا إنهيار تاسير برميل تالبيترول ما راناش هنا اليوم نتكلمو عن الملف صحي اليوم قبل ما نتكلمو على القضية تالسوق هذا راه سوق كاين السوق ننساو بالعملة هذه راه مادة تتشري وتتباع كاين سوق المشكلة وراه وراه الدينار واشو كاين سوق السوداء أعطيني وراه الدينار وراه قيمته لو كان راه الدينار بقيمته وكان ينسي جنب السياسة الاقتصادية وسياسة المالية وسياسة المصرفية نتكلمو على هات شي وراه رسمي ترح تشري العملاء بسعر كذا وكذا عندنا السعر تالبونك المركزي أنا ما نسميه السعر رسمي هذا سعر تالبونك المركزي بنفسه يسمح للمواطني يفتحو يعني معدد تالبونك بالعملة الصعبة بلما ينحوسو نعرفو منين جاو قلت لك كاين ما كاش ينسي جا القضية والراه النهار اللي تكون عندك سياسة راشدة أولا جميل ثانيا قيس السيادة تحمي السيادة على اقتصاد الجزء وتحمي ايضا الامن القومي إذا نشوفه اليوم هذا التهريب قلت لك القوانين الدولية موجودة ما لنا غير نحن نديره واشي يلزم من ناحية القضائية مثل كل الدول التي تحارب هذه الظاهرة سيد طيب أكروف 30 ثانية أعطيك ربما كلمة أخيرة ربما تحب تقولها أنت كمتعامل ربما هذه الظاهرة تمسك على أرض الميدان كلمة أخيرة في 30 ثانية قبل أن يغلقوا حاجة يفتحوا يدروا الحل والحل هو الشكل التي تكون تسهل على الجزائرين التي يلقوا العملة وكل شيء والعملة لن يكون فائد في العملة لازم الاقتصاد يكون منتعش شكرا جزيلا لك سيد بكر المختصف المقاولات والشكر موصول جزيلا لأستاذ محمد رمضان أستاذ في الاقتصاد مشاهدنا الكرام إلى هنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية حصات عين وحدث كان موضوع عدد اليوم القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة هل هي مهمة صعبة متابعة طيبة مع برامجي قناة النهار ألقاكم غدا إن شاء الله السلام عليكم